اشتركوا في القناة والبداية مع صحيفة الجارديان وتقرير لمحرر الشؤون الدبلوماسية فيها باتريك وينتور بعنوان توني بلير يستعد للدفاع عن تقرير شيل كوت يتوقع في الكاتب ان يدافع رئيس الوزراء البريطاني لاسبق توني بلير عن قراره في المساهمة بغزو العراق بالطلب من منتقديه التركيز على كيف سيكون استقرار الشرق الاوسط لو ترك صدام حسين في السلطة وهو قادر على تطوير اسلحة دمار الشامل وينقل وينتور عن اصدقاء مقربين من بلير اعتقادهم انه سيحاجج بعد نشر تقرير تحقيق شيل كوت بان سبب حمام الدم المتواصل في العراق هو مستوى التدخل الخارجي في العراق من ايران وتنظيم القاعدة وليس فشل التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في العراق وعلى الرغم من عدم العثور على اي اسلحة دمار الشامل في العراق على العكس من التوقعات الاستخباراتية الاولى يتوقع التقرير ان يقول بلير ان صدام حسين احتفظ بالخبرة والقدرة على صنع مثل هذه الاسلحة ويقول التقرير ان زعيم حزب العمال جيريني كوربين سبق ان تعهد بان يعتذر الحزب رسميا عن ادخاله بريطانيا في الحرب في العراق على قاعدة من التضليل وانتهاك للقانون الدولي لكنه كان اقل وضوحا بشأن مدى معقولية ارسال بلير الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بجرائم حرب ويضيف ان اسرار كوربين على التأكيد ان بلير قد ضلل الشعب البريطاني بشأن طبيعة الخطر الذي يمثله صدام اغضب بعض مؤيدي بلير الذين تساءلوا لماذا يعامل بلير كمجرم حرب من قبل رجل رفض التصويت في مجلس العموم على اتخاذ فعل ضد مجرم حرب معروف هو الرئيس السوري بشار الاسد حسب تعبيرهم ونقرأ في صحيفة صباحة تركيا مقال لمحمود اوفور بعنوان المسألة تركيا والحجة الابادة الجماعية اشهر في الكاتب الى قيام البرلمان الالماني عندما صوت بالاجاب لتراجيديا ابادة الارمان في عام 1915 القضية هنا لا تتعلق بالاحلاث او بما حصل قبل مائة سنة بل تتعلق بالارادة الامريكية والاوروبية التي تريد تشكيل سياسة العالم بعيدا عن تأثير دول قوية كتركيا وروسيا والبرازيل فكيف يصوت البرلمان الالماني على مدزرة قبل مائة عام ويترك مجازر سوريا وناطق كثيرة في عالمنا اليوم تعيش اسوأ لحظات التاريخ الانساني فلو عاد البرلمان الالماني خمس سنوات فقط للوراء وشهد على مدزرة المجرم بشار الاسد في حق الشعب السوري لو وجد ان عدد القتلى قد تجاوز خمسمائة الف وعدد النازحين واللاجئين قد تجاوز عشرة ملايين فاين هم من مجازر مسجلة بالصوت والصورة ومثبتت الحيثيات على مدزرة مشكوك في امرها ولكل طرف فيها رواية القضية هنا ليست بقضية حشد النصر للارمان وانما هي مسألة تشديد الخناق على تركيا في اطار الاجندات الدولية للاتحاد الاوروبي والدول الامبريالية التي لا تنفك تحمي مصالحها مهما كان الثمن وانا كيف يصوت البرلمان الالماني على اعتبار ما حصل للارمان هو مدزرة في برلمانه بينما لم تكن القضية مطروحة اصلا من قبل ان دل ذلك فانما يدل على مدى الانحراف والانعطاف الذي اخذته السياسة الالمانية اما بالنسبة للاتراك الذين شاركوا في التصويت فلا نجد كلمات تصفوا ما فعلوه ويكفيهم ان تكون هذه الحادثة وصمة عار في وجوههم ما عاشوا ونقرأ في صحيفة العرب الجديد مقالة لباس للحاج جاسم بعنوان هل تتدخل تركيا بريان في سوريا حيث ايقظ تمدد الاكراد في سوريا تجاه مدينة منبج الاستراتيجية مجددا قلق انقرة الذي لم يهدأ اصلا منذ سنوات مع تعقد الامور يوما بعد يوم على حدودها الشمالية يطمح الاكراد الى ايجاد تواصل جغرافي بين منطقة عفرين وبقية المناطق السورية التي ينتشنون فيها ما من شأنه اقامة حزام يفصل تركيا عن مدينة حلب ذات الاهمية الاستراتيجية الكبرى من غير المتوقع ان تقف انقرة مكتوفة الايدي حيال اي محاولة لفصلها عن الشمال السوري وترك السوريين العرب والتركمان يتعرضون لعملية فرز ديمغرافي كما من غير المتوقع ترجع انقرة عن خطواتها لمنع ميليشيات كردية من انشاء كيان عازل على حدودها تعيش تركيا هذه الايام اشد فترة في تاريخها الحديث حرجا فالاوضاع الدولية والاقليمية تتطور بشكل كبير وسريع ضد مصالح انقرة ولأول مرة في التاريخ تكون روسيا جار لتركيا من الشمال والجنوب كما ان دور الولايات المتحدة في المنطقة بات اقرب الى اللامبالي في مقابل التحرك الروسي المكثف يبقى القول انه صحيح ان تركيا تأخرت في التدخل بمفردها في سوريا الى انه ما زال هناك متسع من الوقت للتدخل على الرغم من انه ضيق ولكن في اطار عربي اسلامي ودولي وفي هذه الظروف ينفع التذكير بمقولة للرئيس التركي الاسبق سليمان ديميريل في السياسة التركية احتمال 1% عادل واحتمال 99% وفي موقع ديلي صباح نقرأ مقالا لبرهان الدين دورام بعنوان ميركل في مأزق بين اتفاق اللاجئين وقرار الارمان اشر فيه الكاتب الى قرار البرلمان الالماني بالمصادقة على اطلاق كلمة مذبحة على احداث الترحيل القسري للارمان العثمانيين خلال الحرب العالمية الاولى ان جهود فرنسا والمانيا وقادة الامر الواقع في الاتحاد الاوروبي للذراع تركيا وان ميركل استسلمت الى بعض مجموعات المصالح التي تعمل بمنطق العداء لتركيا واردوغان وذلك في محاولة منها لكسر عزلتها السياسية في الاشهر الاخيرة كانت مواقف ميركل الجريئة من مسألة اللاجئين سببا في وضع مستقبلها السياسي في خطر فمنافسها المحليون كانوا يرجون لناخبين بان ميركل قد انحنت امام الرئيس التركي للحفاظ على سريان الاتفاق التركي الاوروبي في الوقت الذي كان فيه اردوغان هدفا للتشويه وخطاب الكراهية في الاعلام الالماني كانت ميركل تظن بان القرار المثير للجدل قد يعطيها استراحة المحارب في البيت الداخلي الالماني وربما نجحت فعليا في تشتيت الانتباه عن اتفاقية تحرير فيزا الشينجين في الحالتين فان الرهان الذي ارتجزت عليه ميركل قد اتى بنتائج عكسية فميركل التي اتنفذت الكثير من رأس المال السياسي لترويج الاتفاقية التركية الاوروبية قد ينتهي بها الامر بفقدان اتفاقية اللاجئين وفيزا الشينجين بالاضافة الى معارضة محلية غاضبة فتعقيبا على قرار البرلمان الاوروبي ابلغ اردوغان ان بارلين كانت تخسر صداقة تركيا ويبدو ان على ميركل ان تعمل جاهدة لاعادة الامور الى نصابها الصحيح في الازمة الحالية وختم حلقة اليوم مع مقال فاروق عبدالسلام بعنوان اردوغان لم يكن برادا حيث انتهب الصراع وحمي الوطيس وازداد القتل والدمار من قبل قوات النظام على المدنيين مما اضطرهم الى تركي بيوتهم ومتاعهم واتجه حفاة عرات الى دول الجوار ومن هذه الدول تركيا الصديقة وليست الشقيقة بل المسلمة لم نكن نتوقع حسن الضيافة من الاتراك بقدر كرم الاخوة العرب قدم الاتراك للمواطنين السوريين اكثر مما قدمه الاشقاء اقوالا وافعالا سيكون حديثنا عن الاقوال ومن رأس الهرم اردوغان حيث كانت بداية اقوالها ان حلب خط احمر الى قوله اذا زاد مجموع النازحين عن 500 الف سنتصرف وهذا ما بعث في نفوس المجاهدين العزيمة والطمأنينة بان هناك دولا صديقة ستقف مع الحق والمظلوم ولكن سرعان ما تبخرت الاقوال وانتقل الى مشروع المنطقة الامنة بعمق 50 كم وتنازل بطلبه الى 10 كم ولم يحصل عليه والقول التالي بعدم السمح لطيران التحالف بالانطلاق من تركيا ولكنه سرعان ما فتح لهم قاعدة انجليك واخر ما وصل بالمسلمة تركيا ورجلها الطيب ان القصف طال المدن التركية فهل نعتب ام ندعو لهم بالسلامة والثبات قبل ان يطال البل دقن الطيب اردوغان وشعبه فلن يترك هذا الرجل المسلم الشجاع فقد بدى حسابه على اقواله المحقة والمناصرة للمظلوم ولو باقواله فاشعل المرتزقة بالمفخخات واشعل الحدود بمختلف انواع المجموعات الارهابية التي يعاديها الغرب على حساب الشرق ولم يترك اصحاب القرار من التصرف حسب ما يضمن سلامة ارضه وشعبه بل على العكس سيدعمون الارهاب ويشغلون دول المنطقة ببعضها البعض كي ينتهي المشروع الذي خطط له على شرق اوسط جديد يجعلنا نترحم على ساكسبيكو القديم اما الحال فهو بايدينا برسم قادة الفصائل والاصدقاء الحقيقيين والمشمولين بالمخطط الجديد وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة